محادثات هاتفية في محادثات وجهاً لوجه استعمل يديك أو تعبير الوجه أو اسأل مرًا في الطريق أن يترجم لك ولكن ماذا تفعل على الهاتف؟ محادثات هاتفية دي هوى دي هوى دي هوى دي هوى هكذا تجري المحادثة الهاتفية يرن الهاتف ويجيب شخص انتبهي لك كيف يقولون ألو عندما تريد شخصاً محدداً ألو هل بإمكان التحدث ما؟ ربما تريد التعريف عن نفسك أولاً ألو معك؟ الأمور لا تصير دائماً كما تريد عفواً ولكن لدي مشكلة في سماعك لا يمكنني سماعك هنا أيضاً يمكن الطلب من الشخص الآخر أن يتحدث ببطء أكثر رجاء تحدث ببطء أكثر أحياناً عليك أن تطلب عاملة الهاتف التي قد تسأل ما هو رمز الهاتف اللي؟ جأعك جه كيه هاق سي داع داع نار جه كيه هاق سي داع داع نار أحيانان عليك ترك رسالة هل يمكنني ترك رسالة للسيدة السيدة آنسة؟ نم بن إني نسي نسي ماذا يجب أن تقول؟ لطفا أخبره أن السيد اتصل به هذا خيار آخر للنساء بيننا لطفا أخبرها أن السيدة الآنسة اتصلت بها وكيف يمكن بدون الهاتف الخليوي أو الجوال؟ في نهاية الاجتماع إذا أردت أن تبقى على اتصال ما هو رقم هاتفك الجوال؟ خط جوال أو أرضي أين أنت؟ من أين تتصل؟ أتصل من المطار سأكون في المطار في ساعة الآن أتصل من أتحدث من سيارتي أبناء واتصال إن تصرفK المطار في جيه Gen How في جيه Gen ردهة الفندق جو ديه ديه جو ديه الإرسال هنا سيء بالكادة أسمعك من المهم معرفة كيفية إيجاد رقم هاتف شخص آخر وأرقام الطوارئ ما رقم هاتف؟ ما رقم هاتف قسم الشرطة؟ ما رقم هاتف قسم الإطفاء؟ لا تقف على الجانب إذا سمعت أحدا ينادي ساعدوني على الرغم أننا لا نفضل ذلك فقط في حال علينا أن نعرف سيارة الإسعاف لا ترتعب ولكن نحن في طوارئ هذه حالة طارئة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر